دارك فيت هو الفيلم السادس ما بين افلام ترمينيتر ولكنه يعتبر الجزء التالت المباشر في السلسلة فلو بتسألوا عن الافلام اللي لازم تكونوا شايفينها قبل ما تتفرجوا على الفيلم فهم الجزء الاول والتاني فقط اما الافلام اللي مش لازم تشوفوهم فهم الاربع اجزاء بعد كده اه بما فيهم ترمينيتر دارك فيت نفسه احداث فيلم ترمينيتر دارك فيت بتبتدي مع وصول ترمينيتر جديد من المستقبل لتنفيذ مهمة جديدة في الوقت الحاضر المهمة هي قتل داني راموس رغم عدم وضوح الاسباب بس الترمينيتر دا مش هو الحاجة الوحيدة اللي جات من المستقبل جريس الجندية المطورة هي كمان تم ارسالها من الجانب المقابل لحماية داني والحفاظ على حياتها وسريعا سارا كونر بتنضم لداني وجريس لانها كرست حياتها لمحاربة الترمينيتر بمجرد ظهورهم المواجهة صعبة لان الترمينيتر الجديد عنده قدرات استثنائية وعنده تصميم كبير على تنفيذ مهمته فيا ترى ايه اللي هيحصل سلسلة افلام ترمينيتر ممكن تكون من اكتر السلاسل اللي تم حلبها في التاريخ فبعد النجاح الكبير للجزء الاول والتاني حنفية الفلوس كانت لازم تفضل مفتوحة وكان لازم يظهر جزء جديد يقود السلسلة لافلام اكتر واكتر في المستقبل ورغم المحاولات الكتير من بعد الجزء التاني مفيش ولا فيلم قدر يقوم بالدور ده مما افقد المشاهد الاهتمام والايمان بان السلسلة دي ممكن يقوم لها قومة تاني بس المرة دي الوضع مختلف المرة دي احنا بنمسح كل اللي حصل من بعد الجزء التاني باستيكا وبنبتدي بجزء تالت مباشر يعني بنفتح صفحة جديدة المرة دي جيمس كاميرون اللي اخرج الجزء الاول والتاني بيعود منتجا يعني المشروع ده بيتم بمباركته والمرة دي اللي بيقود الفيلم اخراجيا هو تيم ميلر مخرج فيلم دادبول الاول واللي يعتبر من قادة الجيل الجديد في افلام الاكشن والحركة والوعود الكتيرة دي هي اللي شجعتني اني ادخل الفيلم رغم اني كنت اختارت اني اتجاهل التلات افلام اللي قبل وعلى ذكر الوعود لازم اؤكد ان الفيلم ده هو اكتر فيلم كذاب في التاريخ الفيلم وعد بالاخلاص للاصل واول حاجة عملها هي خيانة الاصل تماما الفيلم وعد بانه يكون منعش ومتجدد ولكنه معملش اي حاجة غير نسخ الافكار وما بتكلمش عن افكار من افلام تانية مثلا دي نفس الافكار اللي عمالين يقدموها جوه السلسلة الفيلم وعد بانه يكون ذكي بمحاولة المواكبة مع الموجة الجديدة من افلام الاكشن والخيال العلمي ولكن اقل ما يمكن ان يوصف به هو انه غبي ضخم وواسع ومكلكع ومتخم بالمواجهات وبضرب النار وبالانفجارات العملاقة اللي مش هطلع فاكر منها اي حاجة تجربة مشاهدة الفيلم ده بكل مراحلها ممكن تخلي المشاهد يشتبه في ان الفيلم ده كان قاصد يعديه البداية كانت بصدمة كفيلة بانها تخلي المشاهدين اللي جايين بسبب حبهم للجزء الاول والتاني يسيبوا السينما ويقوموا يروحوا وبعدين تبدأ قصتنا بدون اي مقدمات للاحداث وبدون اي تقديم للشخصيات وبدون انشاء اي روابط عاطفية سواء ايجابية او سلبية تجاه الابطال وبعدين اشتغلي بقى في الانفجارات والمطاردات وضرب النار والمواجهات اللي مفيش طفل صغير ممكن ما يتوقعش نتجتها وكل ده بدون اي فكرة جديدة او اي محاولة جادة لاستخدام المؤثرات اللي تكلفت ملايين دي ودي اكتر حاجة صدمتني حقيقي حقيقي يا تيميا ميلر لا الفيلم اللي انت عملته ولا الافلام اللي اتفرقت عليها جابت معاك اي حاجة في زمن داد بول وكيفية استثمار التصنيف ار في مشاهد الاكشن في زمن دا فاستان دا فيوريوس وكيفية التجديد المستمر في الافكار المجنونة في زمن جون ويك وكيفية استخدام فريق المخاطرات نسيب دا كله ونرجع تاني لمدرسة مايكل بي ضرب نار على اي حاجة وتفجير اي شيء ثابت او متحرك وكمية لا نهائية من السوبر هيرو لاندينجز ورملنا شخصية من الماضي وكمان شخصية من الماضي وافضل الافكار اللي عرفوا يطلعوا بيهم للشخصيتين دول هما سيناريوهات مناكفة شبه بتوع يحيا الفخراني وميرفت امينف بالحجم العائلي وبعدين اخبطني بالرسالة على دماغي يا معلم اه يا جدعان الفيلم ليه رسالة ورسالة مهمة جدا ووضحة جدا كمان لانها الحقيقة بتتقدم في شكل خطبة اه والله خطبة في فيلم اكشن وخيال علمي وبعد ما قلنا الخطبة وقدمنا الرسالة وتعلمنا الدرس نعمل ايه بقى؟ نعمل عكسه تماما مش حعرف اوضح اكتر من كده دلوقتي استنوني على بوديو في حلقة الحرق وفي الاخر نعمل ايه بقى؟ تقديم لاجزاء تانية بص يا معلم اعمل اللي انت عاوزو بس ارجوك متعملش حسابي مفيش ولا شخصية في الفيلم ايه تقدمت او اتطورت بشكل لائق والله يا جماعة من غير اي هزار انا عدت فترة طويلة في الفيلم مع داني وانا معرفش دي مين اصلا وبعدين رحوا مقدمين جريس على اساس ان هي حتسهل لنا السكة بقى انتي رخرة مين اصلا؟ ليندا هاملتن في دور سارا كونر بتقدم لنا اكتر اداء مثير للشفقة في السنين الاخيرة يعيني مش قادرة تعبر ونسيت التمثيل تقريبا وكل حاجة بتعملها حقيقي مخجلة يمكن الوحيد اللي كان من الممتع مشاهدته هو فعلا ارنولد شورزينيجر وده لانه عمره الحقيقة ما كان مطلوب منه حاجة وخصوصا وهو بيعمل الدور ده بالتحديد شوية سنتحة على شوية تلحمة على شوية كلام بطريقته الحقيقية والموضوع يعدي وكان دايما معدي ودايما ناجح لانه كان في ايد صناع افلام عارفين بيعملوا ايه وعشان انا مش قادر اصدق ان فعلا الناس دول مش عارفين بيعملوا ايه تعبت جدا عشان افكر في حاجات ايجابية لدرجة اني اعدت اتفرج على المراجعات الاخرى واقرى المقالات النقدية عمالة دور عند اي حد قال كلمة عدلة في حق الفيلم على اي حاجة ممكن تقنعني وبعد مجهود كبير وبحث اخد وقت فعلا لقيت ملحوظة كنت كاتبها وانا بتفرج على الفيلم على كادرين ثلاثة حقيقي عجبوني رغم انهم ملهمش اي معنى تقييمي لفيلم ترمينيتر دارك فيت هو اكتنين ونص من عشرة وحقيقي من المدهش بالنسبالي ان المستقبل عمالي علمنا ايه اللي المشاهد عاوز يتفرج عليه دلوقتي في تصنيف الاكشن والخيال العلمي ومع ذلك صناع الافلام ما زالوا مصرين على استنساخ التجارب القديمة منقشة الحلقة بجانب سلسلة ترمينيتر ايه هي السلسلة الاخرى اللي تتمنوا انها تدفن بقى عشان تفضل عايشة معانا بالافلام اللي كانت مميزة فعلا في بدايتها ياريد تسهموا برأيكم في الكومنس ياريد تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول وتابعوني على فيسبوك تويتر ونيمو بودج وباز وبي باي